انا مش عارف ازاي انا عملت على قناة ديها 300 فيديو تقريبا من هم اكتر من 200 فيديو عن الانترنت والنتورك وما عملتش الفيديو بتاع النهاردة ده قبل كده يا جماعة انا مش هبالغ لو قلت ان ده اهم فيديو في تاريخ القناة وهيفضل اهم فيديو الى ان بقى الافتي تيتش يبقى موجود عند كل الناس ساعة انا بنعمل فيديو زي وكده الافتي تيتش احنا نهاردة نتكلم عن كل حاجة تخص الخط الاردي وازاي تقرأ البقنات بتاع الخط بتاعك من صفحة الراوتر وتعرف الحالة بتاع الخط ويالفرق بين اقصى سرعة يتحملها الخط وسرعة البورت والسرعة اللي انت مشترك عليها والسرعة اللي هتوصلك في النهاية وايه هو التشويش وليه بيعلى لما بتعلي السرعة وامتى ممكن يسبب لك عدم استقرار وازاي تقلل التشويش على قد ما تقدر طب ايه بروفيلات الفيديو اس ال وازاي تعالي كفاءة الخط التاعك عشان يشيل سرعة اعلى ويبقى مستقر اكتر طب ايه تقلل البنج وتقضي على الباكتلوس وايه هو الباكتلوس ده اصلا وبيحصل ليه طب ايه تقعرف المسافة اللي بينك وبين الكبينة وازاي تحل مشاكل عدم الاستقرار وامتى تعرف ان انت عندك عدم استقرار اصلا لو هو مش ظاهر او انت مش بتحس بيه طب هلو عندك لحمات في السلك دي هتأثر على السرعة طب لو السلك ما عدي جانب بكابل ديش او كابل تكيف ده برضو هيأثر على السرعة فطبعا دي حاجة بالتأكيد تستاهل اللايك الجميل بتاعك وتنسى تشتري في القناة لو انت مش مشترك علشان بقى يوصلك كل جديد وكل الفيديوهات الجامدة اللي احنا بنعملها هنا في القناة اي راوتر في الدنيا بيبقى ليه صفحة تقدر تشوف منها اريات الخط وهنشرح النهاردة على زيتي اي اي اتش مية تمانية وتبانين اي لانه اكتر راوتر بيعرض لك تفاصيل بس انت ايا كالنوع راوتر بتاعك برضو هتخش على صفحة بتاعته هتلاقي كل الكلام اللي احنا بنقول عليه وممكن يبقى في كده تغير شوية في المسميات ولكن انا اوضح لك مسميات كل راوتر عشان تبقى عارف كل حاجة على مدار الفيديو وتقدر تشوف الراوتر بتاعك بالمناسبة برضو هتلاقوا لينك الجروب اللي انا سايبولك في ديسكريبشن تحت الفيديو علشان انه عندك اي مشكلة في الانترنت تخش نزل بوست وهتلاقي نسكير جدا تساعدك لو المشكلة محتاجة تدخل من الشركة هتلاقي شركة بتتواصل معك وتحلك المشكلة بتاعتك اللي انت مكنتش عارف تحلها يلا بنا نبدأ والفيديو ده مش متقسم انا مش مقسمه لك اجزاء زي ما بتشوفه كل فيديو هتلاقي الشرحه كله على بعضه لان التفاصيل كلها مرتبطة ببعضها وانا حاولت ان انا نقسمه بس ما عرفتش هو لازم تفرج عليه كله على بعضه لان نحن نتكلم عن كل حاجة بتنميبلك تفاصيل عن حاجات تانية متعلقة بالحاجة دي فهو مش هينفع تقسم لازم تشوفه كودها كله على بعض لو دخلت تشوفه راية الخط فهتلاقي عندك اول حاجة اسمها الديوليشن طايب وهتلاقي مكتوب جنبها فيديو اسيل تو زي ما انت شايف كده وفيديو اسيل في منه بروفايلات مختلفة هنتكلم علىها كمان شوية ولكن الملخص الفارد من الديو اسيل وفيديو اسيل يقنب راوطرات أخر مبريط جزي المريضЫ و искتنب هو سيفنتين فيها السيفنتين اي ده هو VDSL العادي والثيرتف b ده هو السوبور بكتورينج اللي موجود في الراوترات الجديدة زي كده ما شوفنا فرق بين الديو اسيل و الديو اسيل فالفرق بين العادي والسو template هو تقريباً فرق كبير جداً بس زي ما حصل برضه في السوبور بكتورينج فلا يزم يحدث في السوبور بكتورينج لازم يتساور في ساوطر بيفال الديو اسيل في راوترات زي ZE تقدر تخش انت من جواها من الاعدادات تختار البروفايل اللي هو 35B والراوتر ما يشتغلش غير على البروفايل ده ولكن خلي بالك لو انت اخترت 35B والبورت بتاعك لا يدعم 35B او انت بعيد جدا عن الكابينة فمش هيقدر يقوم البروفايل ده لان هو لازم تبقى قريب فهتلاقي DSL مش عايزة تثبت معاك ساعتها مش تثبت غير على السيفينتين اي او لو انت معلم عليهم كلهم VDSL على البروفايل 17A يقدر يوصل لك سرعة لحد 100 ميجا ولكن في 35B يقدر يوصل لك لحد 300 ميجا ولكن نفس الفكرة برضو بين EDSL و VDSL انه هو كل مادات تاريب تقالي لازم تبقى قريب من الكابينة من الاخر عشان تقرأ تاخد سرعة 200 ميجا مستقرة على 35B او سوبر فيكتورينج لازم يكون بدك من الكابينة لا يتعدى 200 متر او 150 متر كما تكون تحتيك الحاجة اللي بعد كده بقى وهي Actual Rate وفي هووية هتلاقي اسمها Down Stream Line Rate او Up Stream Line Rate وفي تيبي لينك ستجد اسمها Current Rate وهذه سرعة البرت بتاعك في الخط الذي نشرح عنه اليوم سرعة البرت 40 ميجا في الدونلود وخمسة ميجا في الأبلود خلي بالك هي بتحسب بالكيلو بيت برسكن فبسط كده ستجد عندك حاجة اسمها التينبور ريت وهذه تقول لك أقصى سرعة يتحملها الخط بتاعك يعني في الخط الذي معناه اليوم فزي ما انتم شايفين يتحمل سرعة لحد 81 ميجا في الدونلود و21 ميجا في الأبلود ولكن هذا ليس معناه أن خطي فعلا تحمل 81 ميجا ولا معناه أن سرعة الانترنت اللي عندي 40 ميجا خلينا بسطك الموضوع على قد ما قدر فيه سيستم هو اللي بيعمل لك Limitation على السرعة أو اللي بيديك سرعة الانترنت اللي انت مشترك عليها واللي هو بيبقى سرعة عن الباقة بتاعتك وانت استهلكت قد إيه هو سيستم ده محدد لك سرعة 30 ميجا أنا بقعاز اوصر السرعة اللي اشتركت عليها ديت من الكابينة لحد البيت عندي فيه حاجة اسمها سرعة البورت نفترض ان فيه مصورة مية وصلة من الكابينة لحد البيت عندك وده المثال اللي أنا لقيته فيه اتصال بينك انت وبين الكابينة ده اصلا يعتبر ملوش علاقة بالسرعة اللي انت مشترك عليها الاتصال ده عن طريق كابل يتحمل مثلا سرعة 100 ميجا وانا فتح له منها مثلا 40 ميجا اعتبر البورت ده بقى هو اللي بيفتح له الـ 40 ميجا من الميت ميجا اللي هو يتحملهم اعتبر البورت ده اكنه كده ايه محبس هو يعني ده المثال الوحيد اللي أنا لقيته هو اللي سمح ان يعدي 40 ميجا في الاتصال بينك بين البورت وبين الراوتر ولكن السرعة اصلا اللي في السيستم بتاع الشركة محددهالي 30 ميجا فانا فاتح اه اه افتر كده مثلا انت عندك مصورة مية فاتح المحبس ان هو يقدر يعدي مثلا ايه 40 لتر ولكن اللي جاي اصلا هو 30 لتر بس اللي يقدروا يعده في الثانية طب نفتر انت مشترك علي 70 والبورت عندك برضو معمولة 40 فساعتها اللي جاي هيبقى اكتر من قدرة البورت بتاعك او المحبس مقفول مش هيعد غير الاربعين ميجا دول فحتى ان انت برضو مشترك علي 70 مش هيوصل لك غير الاربعين طب اكثر سرعة بقى يتحملها الكابل دي وظيفتها ايه دي اللي بتعرفني اقدر افتح سرعة البورت لحد كام او اللي انا مسميه المحبس وطبعا مش كده يعني انا بدي امثل عشان ابسط الموضوع ولكن دي اللي بتعرفني انا اقدر افتح البورت ده قد ايه من غير ديها مثال تاني من غير من ما سرعة الكسر تمام؟ يعني انا لو اديت خط عندي 100 ميجا وفتحت له على الاخر ان هو ياخد الميت ميجا كلهم فالخط هيبقى غير مستقر ويفضل يقع كل شوية فالحل الامثل لسرعة البورت بناء على اقصى سرعة يتحملها الخط هي 70% يعني انا عندي خط يشيل 100 ميجا فسرعة البورت اقصى حاجة اقدر ارفعها لي هي 70 ميجا اقدر اديله اكتر من كده ولكن كل ما هيعلى هلاقي بقى تشويش لحد بقى ما اوصل لحاجات عالية لها تقترب من اقصى حاجة يتحملها هتلاقي بقى عدم استقرار بدأ يحصل معي تعريبا نخش على الحاجة اللي بعد كده وهي نويز مارجن او نويز سيفتي كوفيشن في هواوي او الاس ان ار مارجن في تي بي لينك والرقم ده بيعبر عمعدل التشويش في الخط بتاعك تبقى لسرعة البورت واقصى سرعة يتحملها الخط بص الرقم ده كل ما بيعلى كل ما يبقى افضل كل ما بيقل كل ما يبقى اسوأ ولكن طول ما انت فوق التمانية كده فانت ما عندكش اي مشكلة وما تشيلش اي هم تماما مشكلتك لو نزل تحت الستة لو نزل تحت الستة دي مشكلة كبيرة جدا في الغالب هتعمل عندك عدم استقرارة الخط وقع ورجع يقوم من الاول تاني طب هتقولي الرقم ده برضو اي علاقته يا انيس بسرعة البورت بتاعتي واقصى سرعة يتحملها الخط الرقم ده كل ما بتعلي سرعة البورت فبيقل وبالتالي التشويش بيعلى يعني مثلا لو احنا عندنا خط يقدر يتحمل حد 80 ميجا واحنا مشكلونا 40 ميجا والس ان ار او النويز اري عندنا 13 فلو نزلنا سرعة الخط ده من 40 ميجا ل20 ميجا مثلا الترتاشر دول ممكن يبقى 25 ميجا فبالتالي الخط النويز بتاعه هيقل اكتر وهيبقى اقوى لان انت مشيله 20 ميجا هو يقدر يشيل 80 ميجا طب لو رفعته 70 ميجا وهو اخره بقى 80 ميجا اللي هيحصل النويز عندك هيبقى ستة او هينزل لستة او ممكن كمان تحت الستة علشان كده بينصح ان الخط يشيل 70% بس من اقصى حاجة يتحملها علشان النويز ما يقلش عن 8 او 9 وبالتالي الخط يبقى مستقر لان الارقام ديت مش هتسبب لك مشاكل في الخط البشاكل لو نزل عن الستة هتقول لي هانيسي الحاجات اللي بتعتمد عليها سرعة الخط وزي يقوى الخط يخليه شيل سرعات اعلى زي ما قلتلك في موضوع الفيديو اسئل نوي بفيديو اسئل وفيه بروفايلات في الفيديو اسئل ممكن تعلي بيها اهم حاجة تهتم بيها البوكس بتاعك يبقى مقفول ويجيب فني يزبطه لك كده ويروقلك عليه ويقفله وينظفه ويشيل لو فيه كابلات مصدية ويفكها ويدبسها من الاول لو البوكس بتاعك مفتوحهم البهدل ومش عارف تخليهم يعملوه وصوره ونزل صورة في الجروب هتلاقي انت وصله معاك وبعته لك حد يقفل لك البوكس ويزبطه لك تأكد ان الكابل بتاعك مفوش اي لحمات ولو فيه لحمات خلي الشركة تغيره وتقول اللي برا البيت كله ده بيبقى على حساب الشركة انت بتفعش فيه اي حاجة وكذا تبقى انت عملت كل اللي عليك اللي بقى ده بقى هو المسافة بينك وبين الكابينة الحاجة اللي بعد كده بقى وهي line attenuation وده من الاخر بيعتمد على المسافة اللي بينك وبين الكابينة ومن خلاله برضو ممكن تقدر تعرف المسافة تقريبا بينك وبين الكابينة قد ايه كل واحد بيبقى يمثل 72 متر ولكن ده الستاندرد بس يعني على ارض الواقع مش بتبقى بالزبط قوي فعلش هنحسب هنلاقي في الدون عندنا 13.8 هنضربهم في 72 متر فهيطلع لنا المسافة بيننا وبين الكابينة 993 متر انا بقولك تقريبا مش دقيق وبيبقى على شوية من الحقيقة لان انا لما بسأل شركة الانترنت بتقولي فرنجة 800 متر وده بيقولي 900 الحاجة اللي بعد كده بقى وما تشغلش بلك بيها مش تفرق معاك في حاجة اللي هي output power ودي ببارة عن مقدار الطاقة اللي بيبزلها الراوتر عشان يقدر يبعت البيانات ديت بينه وبين الكابينة او بينه وبين البورت اللي هو متصل عليه الحاجة اللي بعد كده بقى وهي data path وهتلاقي مكتوب جنبها fast ال data path او channel type زي ما مكتوبها في راوترات هواوي هي المساري اللي بيمشي فيه البيانات يعيبها بيبقى fast ودية البيانات بتمشي على طول direct من غير ما يتم عليها اي معالجة وبالتالي بتوصل بسرعة ومبقاش فيه اي لتنسي او اي تأخير او اي delay فالبينج عندك بيبقى افضل بكتير جدا او interleaved والانترليفت بتبقى فيها نوع من انواع المعالجة للبيانات فبيبقى فيه شوية تأخير لو الخط فعلاً قوي وحلو ومستقر وجميل جداً فبالتالي السيستم بتاع الشركة بيخليك fast علشان البيانات اللي عندك بتوصل سليمة مش محتاجة معالجة انما لو خطعك فيه مشاكل بقى وباكتلوس فبيضطر ان هو يخليها انترليفت ويضحي شوية بسرعة وصول البيانات مقابل ان هو يعالج البيانات ديت ويوصلها بصورة سليمة انواع التوني اللي بعد كده بقى هما الانترليفت ديبث والانترليفت ديليه دول عزيزين مش هدتقدر تعرف منهم عزد البيانات اللي بيتمهم معالجتها والتأخير بيبقى كام ملي ساكند في معالجة البيانات ديت يعني في حالة ان الخط فاست فمفيش واحد ارواحد دي ما مفيش اي حاجة بيتم معالجتها والتأخير زيرو ميلي ساكند فمفيش تأخير تماما انما لو خط بتاعك انترليفت مش فاست فهتلاقي عندك الديبث اعلى من كده وديات بيانات كتير بيتمهم معالجتها وبتاخد وقت وقت لديت ديليه عندك اعلى بياخد وقت اكبر علشان الديات دي توصل ولكن مش في كل الحالات ممكن يكون الخط بيانات غير بيانات قليلة جدا ومش هيبقى فيه فرق بينه وبين الفاست في ناس كتير من الخطوبة انترليفت مجموعة ديتم معنهم مش تأخير اصلا وبتعرفهم الاركام الموجودة يعني مش شرط انه يبقى قاري فوق انه هو فاست ولا مش فاست في الدولود ولا الابلود بص على الأرقام اللي تحت شوفوا ممكن تلاقي بتوصل معك لسبعميات وتمنميات وألف وألفين وأربعة تلاف في الحالة دي هيبقى فيه عندك تأخير وممكن يأخر لك توصل لثلاثين واربعين ميلي ساكند طبعا على حسب الرقم المكتوب ولكن في معظم الحالات ممكن تلاقي عندك مثلا ايه اه اربعة على اربعة لحد مية لحد متين دي مش تفرق معك ومش هيبقى فيه فرق كبير في التأخير بينها وبين الفاصل ففي الحال دي ما تقلقش انت مش محتاج انت تحول الخطة تاعك فاست ولا اي حاجة الحاجة اللي بعد كده بقى وهي ال GINP او ال INP زي ما هم كتبينها بدون الدخول في تفاصيل كتير مش هتفيدك في حاجة عشان ما انتقولش وقت الفيديو فهو بالمختصر فيه اخطاء بتحصل اثناء البيانات بين الراوتر والسنترول فالاخطاء اللي بتحصل بقى اثناء الانقل ده هو بيصححها عن طريق انه بيحتفز بيها لمدة اربعة ميلي ساكند تقريبا وبيرجع يبعتها تاني لو ما تبعتش علشان ما يحصلش عندك اخطاء في الخطة وهو نفس فكرة ال FEC errors اللي هتلاقيها تحت خالص معلش هنروح بس لتحت كده عشان اين مربوطين ببعض بس ال INP بيوفر حملة 12% لانهو بيبعت الاخطاء اللي حصلت بس بس لو طلعت كده فوق بقى هتلاقي عندك حاجة اسمها CRC errors ودي الاخطاء اللي لم يتم اصلاحها ولم يتم معالجتها بالطبيعي ان هاي راوتر بيعد اخطاء خصوصا لو التشويش عندك عالي وانت مشايل الخط سرعة كبيرة او سرعة البورتو عندك عالية بس اخطاء عن اخطاء تفرق يعني في الوضع العادي اللي هو مثلا كل يوم عدله عشر وعشرين وخمسين تساب راوتر مثلا بقى لو اسبوع رجاءة تلاتة ومية متين الارقام دي كلها عادية اللي هو بيعد خمسة ستة في الساعة هي مش عادية من معظم الخط مش هتعدها لو انت متديره تلاتين ميجا بس بس كلم للناس المشاركة في سبعين او كده فدي مش تأثر معاك في اي مشاكل ولكن فمشاكل بقى عدم الاستقرار ومشاكل اللي تم موجودة في الكابلات وفي البنية التحتية واي حاجة من الحاجات دي بتلاقي بيعد معاك ارقام رهيبة تلاقي مسلا ممكن في ديئتين تلاتة عدى عشر تلاف عدى مية الف ارقام غريبة جدا كده ومجرد طبعا ما يعد كل الاخطاء دي تلاقي ان الراوتر مش قادر فعلا يكمل تلاقي لمبة ديئتين فصلت ورجعت اشتغل التاني وده هو عدم الاستقرار تعرف ان انت عندك عدم استقرار بناء على شو تايم ستارت او ما تسمى بالديئتين في الراوترات التانية انت بتشوف انت موصل الراوتر في الخط بقى لك قد اي وتجي تبص هنا على الرقم ده تشوف ديئتين شغلة بقى لك قد اي بس من الاخر اكتر حاجة هتسبب عندك ايرز وهي اللحمات اللي موجودة في الخط او ان السلكين مش ملفوفين على بعض كويس او في صدى بينهم بداعا على العوامل الجوية كذلك برضو البوكسات المفتوحة البوكس يعني انه مفتوح يتأسر بالعوامل الجوية فالسلك هيبدأ يصدي من الجزء اللي هو راكب في البوكس فيحصل عندك نفس المشكلة او الكابلات اللي تحت الارض ممكن تكون حصل فيها عطا عبل كده ما تلحمتش كويس فهتعمل عندك نفس مشكلة عدم الاستقرار ديئت بس في حالة انت عمل اللحم بقى جوة البيت عندك مثلا في الكابل اللي هو الصغاري بجامعة راوتر عشان توصره في الكابل الرئيسي وتوصره في الراوتر فهذا مش هسببلك اي مشكلة في عدم الاستقرار لانه مش هتأثر بالعوامل الجوية اصلا طب بالنسبة لسلك الدش وسلك التكيف الكلام ده صح يا عمانيس ولا الكلام ده غلط كلام ده علميا صح بس يعني تأثير بنسبة قليلة جدا ومش تأثير كبير لو خطك قوي مستقره والدنيا تمام عادي يعني هو مش هيأثر عليك مش هتحس بحاجة انما في الخطوط الضعيفة ممكن التأثير عليها داي بتأثير سلبي اوي لان هي اصلا مش مستحملة وفيها تشويش كتير انا نروح بعض الحاجتين الناس كتير جدا بتسعر عليهم فداخدهم كده معنا في فيديو النهاردة وهما البيت سواب والاس ار اي ووظيفة البيت سواب زي ما تيبي لينك كاتبه ان بتخلي الراوتر يبدل قنوات مختلفة علشان يتكيف مع ظروف الخط المتغيرة يعني مثلا درجة حرارة اختلفة في ده بيأثر علي مقومة السلك فيه مثلا ديش سلك ديش معدي جنب السلك فصحب الديش ده شغل الديش دلوقتي فأثر علي السلك الحاجات دي كلها بدل ما الخط يقع ويرجع بقى ياخد الرايات الجديدة بناء على المتغير اللي حصل بيغيرها وهو شغال عشان طبعا ما يسببش عندك عدم استقرار وليه صاري بقى وظلط انه هو يمنع تداخل معدد البيانات اللي بيحصل بسبب ان انت تتكلم في التليفون الاردي او تبقى موصل سبليتر واستخدم التليف مشاهده هو ان انت تكون شفت الفيديو كله من اول واخره عشان تكون كونت صورة كاملة عن كل حاجة تخص الخط بتاعك وتعرف امتى هيتواجهك مشكلة وامتى تقدر تحلها والمشكلة دي عبارة عن ايه وعدم الاستقرار ده سبب ايه وبطء السرعة سبب ايه وان السرعة مش وصلة كاملة والبورت ايه والمش البورت والحاجات دي كلها فانت لو ركزت في الفيديو هتعرف كل المعلومات دي لوحدك وكده احنا خلصنا نسوش بقى لفيديو وعجابك وتعمل لهاك الفيديو ننز اشتركوا قد اشتركوا دعنا شاهده وشوفكم الفيديو قليل سلام